ابو احمد معنا اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك انا ابو احمد من انضمياط اهلا بيك انا بتكلم بخصوص الحاجة اللي عملت اتباعه والحاجات دي هو احنا يعني قبل ما نبيع في الارض الكرامة اتباعت والايمة اتباعت والعزة المصريين اتباعت احنا ما بقاش عندنا حاجة احنا ما عطلناش ايمة الارض هتتعوض وهنرجعها تاني بس قبل ما نرجع عرضنا لازم نرجع كرامتنا ونرجع ونرجع ثقافنا في نفسنا ونرجع حب بلدنا في قلبنا الناس بقت اقصى احلامها ان هي تيمشي بره البلد النهاردة بقى كل الكلام المغرد وجودك في مصر مضيعة للوقت والعمر والجهد احنا قبل ما تفكر في يوم انك تقول انا عايز ارجع عرض او ان انا عايز اوقف فيها عرض لا وقف الناس على رجليها الاول رجع للناس كرامتها الاول ما هو النظام دا مش هيرجع لك كرامة ولا هيوقفك على رجليك يا ابو حميد يبقى هنفضل كده النظام دا عدوك النظام دا مش هام وانت انت في حالة عداء مع النظام دا اصلا انا ما بتكلمش على النظام ولا ليه يا دعوة بالنظام النظام دا زي البلد انا شايل ايدي منه خاص انا بتكلم على الناس الناس نفسها ما هو الناس لو حسد بقيمتها لو حسد بعزة نفسها تاني النظام دا مش هيبقى موجود طب يحسوا بقيمتهم ازاي ومعاهم نظام عمال يدوس عليهم كل يوم اكتر من اليوم اللي قبلوا هقولك على حاجة يا سيد احمد والله اضطر حاجة فعلا بتستفزين انا شخصيا مثلا لما تيجي تقول للحد ايه يا جدعايا نتصرفوا ووقفوا الحرب بغزة يقولك هو انت عايزنا نحارب لا يا باشا مصر اكبر من كده بكتير مصر قرارها مش جازي ان يطلع ان نتعلن حارب لا احنا مصر احنا مصر لما بيبقى فيها قرامة وعزة نفسه لو قال له وقف بيوقف مرسي لما تطلع يكلم في الجامع وقال له لم نطرق غزة الحرب وقفتها سيد احمد صحيح الناس فقدت الناس والله الناس فقدت الايمة الناس مش عارفة قيمة مصر الشعر مش عارفة قيمة البلد والله الناس معادت عارفة قيمتها يا جدعان البلد دي اكبر من كده بكتير احنا بقينا بقينا هزق الناس لما قولنا هنبعت الجيش حتى لما قولنا هنبعت جيش ده احنا فرحنا بصورتين لما العسكر الصورت واي شايلة العيان في الصومال قيمة اثيوبي محتلية المطارين اللي كنا هننزل فيهم محدش بتحبقه يا استاذ احمد اللي جان الالكترونية بتاعة السيسمة ما بيتهجمش اثيوبيا بيتهجم نحنا ان احنا بيقولهم ان انتوا سكتين صحيح يعني ما بيتهجمش والله ما حد فيهم بيهاجم اثيوبي حتى احنا كنت بتفرج على المؤتمر اللي كان عامل مع المستشارة الالباني وكنت بقول ايه لما بيقول انا عايز اقول للعالم على حاجة وقلت بس هيتكلم بقى عن المية اما قيلهم ايه احنا عايزين نقول للعالم ان احنا ما عندناش مية تانية غير المية يا ضناية يا ضناية ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه لت الحيلة دي مشكورك يا باحمد